إحنا كعرب إحنا شبه بعض على فكرة ومهما كانت الناس دايماً بتقول لا إحنا في خفة دمنا مختلفة أنا بصراحة مش بحس كده إنه الناس بتبقى متربصة أكتر لأولاد البلد بس لو حد أجنبي بيبقى اللي هو متقبلينه أكتر أعتقد إنه هي آلة مهمة لازم نستخدمها واحدة من أصعب الأشياء بالحياة إنك تقدر تضحك أو تضحك شخص على نوكتك الخاصة بس ضيفة اليوم الموضوع عندها سهل جداً وقدرت تضحك مجموعة من الأشخاص من خلال ستاند أب كوميدي شوز يلي بتقدمهم إحنا اليوم جداً فرحانين بوجود الكوميديان الجميلة خفيفة دم نوها كاتو معانا بالاستوديو نعسي الليكو شكراً لك أنا الحمد لله يا يسر يعني إحنا كتير مبسطين إنك معنا وأول الشي الحمد لله على السلامة وأنت قلت لنا تحت الهوى إنه بتفضلي إن قللك يا كاتو أو يا توتا فأنا عشان برنامج وهيك خلينا على كاتو وبعدين بعد سؤال الثالث حقول يا توتا نتضرر نوها نورت الأردن طبعاً أنت مو أول مرة بتيجي بتعملي كوميديست في الأردن للمرة الماضية حق نجاح كتير كبير احكي لنا عن تجربة الكوميديست اللي عم تعمليه مع عدد من النساء صح؟ ده حقيقي إحنا جروب بنات أنا وريم نبيل وبرنادات إحنا التلاتة عاملين جروب ومع عنا سارة عبد الرحمن هي ممثلة مصرية ومع عنا هي إحنا بنشجعها إنها تعمل ستاندوب بس لسه بن في مرحلة الكتابة وقات لنا الفكرة إن إحنا قلنا طب إحنا بنستنى لي حد يكلمنا ما ننزل إحنا صحيح يعني من بصراحة برنادات هي اللي قالت لنا ما بتيجوا جماعة ننزل يلا فجدت هي الموضوع جاء بالصدفة يعني ما كانش فيه بقى الموضوع ما كانش بالعمق بقى بتاع إنه هو إحنا عايزين نسبت للعالم لأ خالص إن المرأة قدرة تشفت على مجال لسادي كوميديست كونت فايسة يعني لسا حبلش بالفين نزم احنا الموضوع كان في الأول إنه هو طب يا جماعة إحنا ليه بنستنى حد يكلمنا ننزل نعم الحفلة ما ننزل إحنا بس ومن هنا بقى الموضوع يعني دايما بنورينا يعني إن شاء الله كمان هيك مرة بنستضيفكم الأربعة كلياتكم مع بعض صورنا بنستضيفين عضوين في المجموعة أو عضوتين في المجموعة فبرنادات كمان صدفنا أه ما كنتش بالحلقة أنا يبدو فجدا دايما نساعدين إنه نستضيفكم عندنا في الأردن وخلينا نحكي عن سبب تواجدك أنت شخصيا في الأردن لليوم بكرة في عندك عرض بمهرجان الأردن للكوميديا حكي لنا أكتر عن العرض بكرة شو نتوقع منه أنا بصراحة متحمسة جدا لأن أنا يعني فكرة المهرجان أساسا فكرة تبقى حلوة قوي لأي فنان خصوصا إنه إن إحنا كعرب إحنا شوه بعض على فكرة ومهما كانت الناس دايما بتقول لأ إحنا في خفة دمنا مختلفة أنا بصراحة مش بحس كده يعني بحس إن إحنا كلنا إحنا كلنا بلينا حاجات شوه بعض ولو دخلنا بيوت بعض تبقى هيه شوه بعض كلنا عندنا الخالة اللي بتتكلم كده وعندنا الجدة اللي هي دايما تأكلك هو تعبر لك عن الحب بالأكل فبصراحة أنا مبسوطة جدا أكتر حاجة بسطاني إن أنا هشوف زمايلي وناس تانية من الأردن ومن لبنان في فرقة ارتجال عكعبة هيقدموا بكرة معنا وفي جوي إبراهيم هي يعني مشهورة أكتر على السوشيل ميديا هنا في الأردن أنا مبسوطة إن أنا هشتغل مع ناس يعني ناس مختلفة هشوفهم على المسرح لإن أنا دايما بشوف حاجات بسيطة ليهم على السوشيل ميديا بحس إن فكرة المهرجان دي فكرة حلوة قوي بصراحة يعني إن هي هدفها إن إحنا نتعلم مع بعض ومن نتعلم من بعض وحاجة تانية إنه في المستقبل نشتغل مع بعض في حاجات تانية في بروجيكت تانية لأن أعتقد الإتجاه دلوقتي رايح خصوصا مع منصات البس المباشر دلوقتي والحاجات دي والستريمينج والحاجات دي رايح أن هو يبقى أكتر ما يبقاش حاجة مصري قوي بالضبط 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 وفيها جنسيات مختلفة فلما هسمع ناس تانية وهشوف ناس تانية دي تبقى فرصة حلوة إن إحنا نشتغل مع بعض في مشروع أو نعمل حاجة سوى بصراحة بحس إنها بتفيد أي فن يعني طبعاً فأنا متحمسة ومبسوطة إن أنا هشوف جمهور مختلف لأن هما مش جايين لنا مخصوص المرة اللي فاتت كانت الحفلة بتاعتنا إحنا كوميدي سات فالناس جايين ليه كوميدي سات؟ لا المرة دي مهرجان في ناس مختلفة وفي أداء مختلف فده هتبقى حاجة كويسة يعني إن أنا أجرّوها صراحة حلو بمأنك ذكرت الجمهور الأردني يعني هلأ إحنا اللي بتأكدين منه أنه على الأغلب الجمهور بالغالب حيكون أردني بكرة يعني كيف حساتي شو بيميزه أو كيف بيختلف عن الجمهور المصري طريق التفاعله الفيدباك اللي بتاخدي نفسه مثلاً لما بتعملي عرض بمصر أو مختلف على فكرة هو فيه حاجة كنت لسه بتكلم فيها مع زمايلي النهاردة إنه إحنا بنبقى قاعدين متربسين للناس اللي أولاد بلدنا يعني لو حد أردني يجي مصر هنبقى فرحاني بيه لو هو هنتحك له حتى لو هو بيقول حاجات إن شاولي هنتحك وتزقف لا أمت زعلش متمشيش منها زعلان فهنا بحس هنا قوي كده برده كرم الضياف العربي هت قوي هو إيه ده أنت مصرية يلا إحنا بنحبك خلاص أنت تكلمتي خلاص كده نحن شاهدين منك حاجة أكتر من كده عملت لعليك عملت لعليك لكن لما بيبقى جمهور مصري بيبقى قاعدوا وريني بقى دحكيني إزاي بقى أو دحكيني فبرده لقيتهم النهاردة بيقولوا لي نفس الموضوع بيقولوا لي على فكرة هو إن أنت مصرية جاية هو كده كده ما تقلقيش لأن كنت بقولهم أنا قلقانة وخايفة شوية وكده قالوا لي لا ما تقلقيش خالص من ده إحنا اللي نقلق مش أنتي لأن هم هيبقوا متربسين لنا أكتر فبحس أنه يعني كذا بلد اللي سافرتوهم بيبقى في الحتة دي أنه الناس بتبقى متربسة أكتر لأولاد البلد بس لو حد أجنبي بيبقى اللي هو متقبلين أكتر بصراحة أنا المرة اللي فاتت فعلاً امبسط بصراحة يعني لما جيت هنا يعني أنا عملت عروض في بلاد عربية مختلفة يعني معظمها كانت في الإمارات ولبنان بس ما أعرفش الحفلة اللي فاتت أنا فعلاً أمبسط بجد لأن ما حسيتش ما حسيتش إن الناس مش فهماني ما حسيتش إن الناس ما عرفش حسيتهم هو في تواصل إحنا يعني منشرب الثقافة والفن المصري وإحنا صغار مزبوط ففعلياً إحنا نكون مبسطين لما نحضر عرض لأي حدا مصري لأنه بنحس إنه الأشياء اللي بشو فيها بالأفلام عم تشو فيها على أرض الواقع أيوة بالضبط وشغلة تانية نوحة كمان التي ذكرتي إنه العرض الماضي كانوا الناس جايين بالضبط لكوميدي ست فأنتي عارفة إنه اللي جاي هو يمكن بعرفك أصلاً من موقع التواصل الاجتماعي يعني هو جاي عارف نوعاً ما يعني متوقع شو نوعية الشولي اللي رح يحضره فأكيد التفاعل طبعه رح يكون أعلى طب خلينا نفوت على جزئية تانية وهي كتابة النكتة أو كتابة العرض اللي أنت بتكتبه المصدر طبع النص يلي بتحكيه على المسرح من وين بيجي؟ معظمه بيبقى من الحياة يعني من الحاجات الحياتية اللي بتحصل وحتى كان دايماً الفترة اللي ببقى مش عارفة أكتب فيها بفتكر كان فيه كان فيه ستاندوب كوميديون أمريكاني كان جاي زار مصر كده معمالش عرض يعني هو جاي زار مصر كده وقعد عمل ندوة كده كان اسمه سينباد فقلت له أنا في الفترة دي ما كنتش عارفة أكتب حاجة خالص قلت له أنا عندي رايترس بلوك وأنا مش عارفة أكتب ومش عارفة أكتب حاجة قال لي أنت محتاجة أنت بتعملي إيه؟ قلت له بقى أشتغل كذا كذا وبتاع قال لي حياتك ما فيهاش أنت مش عايش حياتك يعني أنت لازم تمارس الحياة وتراكب يمكنه بالضبط ما ينفعش تبقى حياتك روتينية مش هتكتبي منين؟ انت لازم تعملي حاجة مختلفة لازم تجرب يعني هي بعتقد هو دا الأكتر حاجة وفعلاً الوقت اللي بتبقى الحياة فيه روتينية دا أكتر وقت ببقى مش عارفة أكتب فيه لأن ما بيبقاش فيه حاجة تخليكة إيه دا أنا متعربتش لحاجة زي كده الأحاسيس متحركتش مواقف ما هو دا اللي بيتحرك إيش مصدر إلهام يعني أو مصدر الإبداع تبعك أو الكتابة؟ طيب بدي أسألك إيش إنه بما إنه عم نحكي عالكوميديا بتحسي يعني هو مختلف يعني عم نحكي عليه بس إنه تحسي مصطلح التنمر لازم يكون حاضر بالكوميديا لأنه بحس أوقت التنمر بيضحك بس بما في الوقت في شعره هيك بيقلب فيها أنا كنت لسه بتكلم في الموضوع دا مع حد إن في كوميديان مشهور قوي أمريكاني اسمه دون روجرز تقريباً دا الراجل دا كان بيعمل ستاندوب في الخمسينات وكان بيطلع يتنمر على فرانك سيناترا وده حد مهم جداً في أمريكا ويعني وواصل عالم آه وبتاعه كان بيطلع يتنمر عليه فقط أعتقد إنه هو النية جاية من التنمر إيه؟ يعني وهم عندهم في الثقافة الأمريكية فكرة الروستنج أو إنه هو تمسك حد تتنمر عليه بقى دا البرنامج كله عبارة عن دا أعتقد إن هي بتيجي من حاكتين إنه هو الناس حباني يعني زي ما إحنا بنهزر مع صحابنا أو بنهزر مع أخواتنا أنا مش قصدي أتنمر على أخويا لأنها ما بحبوش أنا بهزر معاه بس يزرل يمكن ريخم شوائق بس هو متقبله لأنه عارف إنه أنا مش بعمل دا عشان أدايقه عارف إنه مزح جاي من مكان إيجابي أو من مكان حلو يعني مكان إنه هو إحنا بنهزر في عشم كده منهم أيها هي العشم لكن ولما فيه كوميديانات بيبقوا بنين دا مع جمهور بتاعهم بيبقى فيه العشم دا بيتقبلوا منهم التنمر دا على فكرة زي ريكي جاي في كم كل عروضه تنمر ديب تنمر يعني بس الناس تتقبلوا لأنه خلص يعني أنت اللي جاي لعندي فأنت عارف أنا شو كيف نوعية الكلام يلي بحكي فإذا عاجبك المحتوى وعم بتنبسط عليه فأنت اللي جيت فيعني تحمل المسؤولية وتقبل بس أنا يعني عشان هيك بدي أحكي كمان على موضوع السوشال ميديا عندك لأنه جدا مهم سريعا يعني المحتوى عندك مقسوم بين السكتشات اللي أنت بتعمليها المحتوى اللي أنت بتصوريه وبرضه كمان بتعملي مرات بروموشن للمشاريع اللي أنت بتعمليها زي بودكاست مربوطة مثلا من اللي كان بشهر رمضان شو بتحكي عن استخدام السوشال ميديا للساند أب كوميديا؟ هو بالنسبة لي أنا يمكن جيت في وقت كانت لسه السوشال ميديا يعني أول ما بتديت الساند أب كانت لسه كانش في غير فيسبوك بس وما كانش قوي قوي وما كانش لو إمباكت كده قوي على الناس فدلوقتي أنا شايفة أن هي بقت وسيلة مهمة جدا لأي فنان وحتى بقت مهمة لأي بيزنس أي عمل يعني حتى الصيدليات دلوقتي بقال لها بقال لها آه وطبيب الأسنان فعلا لازم يبقى عنده بيج ولازم يبقى عنده حضور ويبقى عنده كونتنت أعتقد أنه هي آلة مهمة لازم نستخدمها بس بأعتقدش أن هي يعني بالنسبة لي أنا يمكن عشان أنا حبيت أن أنا أبقى على المسرح والطريق اللي هو بيبقى أصعب أن هو تكتبي وتطلعي وتشوف إيه رد فعلي الناس بس في أحيانا نكت أو حاجات بتبقى مش كبيرة للمسرح لازم دائما فيه كلمة كان بتتقالكאני تملى المسرح الوهن بالزambet فساعات بتبقى حاجات صغيرة قوي فالهو طب ما ناخدها دي نعمل بيها حاجة لحظية لأن برضو الريلز والحاجات اللي بتبقى على السوشوج وميديا لازم تبقى قصيرة ودايركت قوي لإن لو مش واضحة وصريحة ناس بتزع وفيه منك كتير بقى فكرة الـthe mناfisa المنافسة وبعدين ساعات اللوحد بيحس ان هو بيدخل ثقبة أسود كده بيفضل يعمل كده بطريقة غريبة وبيروح يشوف حاجات اللو ايه جماعة ده يعني ايه كبس نحن وصلت لنا فين؟ بتبانيه بارك وصل الى طبخ سلطات ايوه بالضبط بتبتدي بحاجة وبعدين بتلاقي نفسك روحتي بحتة تانية خالص فاعتقد انها وسيلة لازم نتعلم نستخدمها لانها بتساعد يعني انا مثلا الفرق بيني مثلا وبين برنادات وريم ان برنادات وريم ليهم حضور اقوى على السوشيال ميديا من خلال برامج تانية بتتعرض اكتر على السوشيال ميديا فليهم حضور الناس جاية علشان هم شوفو لهم فيديو مثلا انا العكس انا الناس ما شوفت ليش حاجة فهم مش عارفين ايه تا ايوه انت بتعملي ستاند اوب ايه تا طب حالو ده بس معه انا شايف انه حضورك يعني له مكانته وبيكبر مع الايام يعني بس انا شايف انه صفحتك ابداع صراحة لا خليك شكرا وقالك كتير مبسطين انا وزيد انه تعرفنا عليك اليوم وجد جد لك بكرة بالعرض الكوميديا وانا متأجد انه الناس هتفق على ضحك شكرا انا مبسطة قوي ان انا معاكم نهاردة ومجدش عايزة بطل كلام احنا لو علينا انا احنا نكمل شوية حكي هيك تحت الهواءاتي اشتركوا في القناة